أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح والحلم يحنى المعمدان اللي هو يحيى ابن زكريا كان بيقول توبوا لقد اقترب ملكوت السماوات اتولد يحنى المعمدان قبل المسيح يسوع بست شهور علشان تحقيق لنبوة جاءت في السفر ملاخي النبوة بتقول ايه ها أنا زا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي وهنا النبوة بتتكلم على فم الرب يسوع المسيح انه حيرسل يحنى المعمدان قبل مجيء في الجسد قبل مجيء المسيح في الجسد وجه يحنى المعمدان وبدأ ينبه الناس ويقول لهم توبوا لقد اقترب ملكوت الله طلب الناس أن تتوب وتتعمد شهادة على توبتهم من خطاياهم لتحقيق نبوة برضو في أشعية النبي اللي هي بتقول ايه صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب صنعوا سبله مستقيمة ده كله كان إعداد الطريق أمام المسيح طيب أحاول أبسطها لكم شوي تعرفوا الموضوع ده عامل زي ايه أي ملك أو رئيس دولة لما يحب يزور دولة أخرى لابد إنه بيرسل وفد أو شخص يعد الطريق قبل ما يروح للبلد دي رئيس وزراء وزير خارجية وصفرة والكلام ده تعرفوا عزي المشاهدين إن المسيح جه المجيء الأول الشاور علي يحنى المعمدان كان مجيء ده عشان يقدم لك الخلاص والحياة الأبدية وبدم صليبه وبقيامته من الأموات مش طالب منك حاجة إلا إنك تصدق اللي عمله علشانك وسدد لك الدين عزيز المشاهد تعرف إن المسيح حييجي تاني بس حييجي فجأة في لحظة في طرف تعيم بس مش حييجي بقى زي ما جيه الأول علشان يخلصك لا 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 ده حييجي ديان للبشر هو اللي قال كده يحنى المعمدان قال أنا هعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي اللي هو المسيح هو أقوى مني الذي لسته أهلاً أن أحمل حزاؤه يعني ما يستهلش أن يحمل حزاؤه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار ده العالة المسيح الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبني فيحرقه بنار لا تطفق رفشه في يده يعني حيقعد بقى يزري كده الوحش حيحطه في النار والحلو حيكون معاه هو أتأجل لأن الله لا يتباطق المكتوب كده لا يتباطق الرب عن وعديه كما يحسب قوم التباطق لكنه سيأتي علينا وهو لا يشاء أن يهلك ناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة علشان كده بقولك عزيزي المشاهد استفيد بفترة السماح اللي أعطها لك المسيح اللي قبل ما جاءه التاني استفيد بفترة السماح اللي أعطها لك فترة اللي أنت عايشها قبل ما جاءه التاني لأن رفشه في يده هياخد اللي مش هيقبله هيحطه في النار واللي هيقبله هيكون معاه المسيح هو الحد